هناك جدل أمريكي حقيقة داخلي على موضوع فرض هذه العقوبات أو إمكانية رفع بعضها بكل الأحوال برز توافق وإجماع نادر بين الحزبين في الكونغرس طبعا أفضل التوقيع على أولى العقوبات ضد مسؤولين إيرانيين في عهد بايدن حيث فرضت عقوبات على ضابطين في الحرس الثوري علي همتيان ومسعود صفداري لتورطهما بانتهاك حقوق الإنسان وفي مقدمها تعذيب السجناء السياسيين والمحتجزين وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلينكين أن الضابطين وأفراد أسرتهما المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة وشدد على التزام بلاده بمساءلة المتورطين في تجاوزات حقوق الإنسان في إيران هذا وتتضافر الجهود الديمقراطية والجمهورية في الكونغرس للضغط على إدارة بايدن في الملف النووي الإيراني لتوسيع نطاقه وتضمينه كذلك ملفات أخرى تتعلق بالأمن القومي 140 نائبا جمهوريا وديمقراطيا كما قلت طالبوا بتضمين الاتفاق برنامج الصواريخ وأيضا الميليشيات طبعا نتحدث عن الصواريخ الباليستية أما الميليشيات الميليشيات التي تدعمها إيران وتسلحها والتي تعمل لصالحها في بعض الدول العربية كما دع المجتمعون إلى معالجة ملف احتجاز رهائن أمريكيين في إيران في هذا الإطار كان وزير الخارجية الأمريكي قد دعى طهران لإعطاء إجابات موثوقة حول مصير عميل الـ FBI السابق روبرت ليفنسون والمخطوف منذ 14 عاما مطالبا بإطلاق فوري لجميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما يأتي ذلك وسط تأكيد من الخارجية الأمريكية على اتباع نهج الدبلوماسية مع إيران بغية الوصول إلى الهدف النهائي والذي يعني القيود الدائمة التي يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي للتأكد من عدم حيازة إيران سلاحا نوويا وهذا بحسب الخارجية الأمريكية